خيراً إيه اللي حصل؟ كنا انبساطنا كده وهدينا شوية إحنا بقلنا شوية منتكلمش على كورونا وسوى يعني إحنا لسه موجودين على مستوى العالم في موجات مطلحقة يعني إحنا حالياً كعادة كل شهر أغسطس من كل سنة بقلنا هو داخلين في السنة الرابعة في موجة فإحنا في موجة نعايزين عددية تطقطع بقى يا رب بإذن الله هو عموماً يعني كورونا هتنتقل يا سنة بعد سنة لحاجة موسمية بسيطة بتبقى محتاجة لقاح لبعض الفئات وبقية الناس بتبقى زيها زي لسه حركة شرطة في المقدمة احنا في الصيف بيجينا البرد بس بتناسبق قليلة اللي هو برد الصيف احنا عندنا في الصيف المراضي فيه الأدينوفيروس معظم الناس خدت اللي هو احنا بنسميه كده بالعامية برد الصيف اللي هو الأنفلونزا اللي بتيجي في الصيف بنفس الأعراب بتاعة الأنفلونزا ده أدينوفيروس أو كورونا وزي وحركة افضلتي احنا تقريبا من شهر ونص بتبقى فيه انتشار لمتحور جديد اللي هو سميه في الاعلام بالايرس هو مش متحور هو متحور فرعي فقط للدقة يعني فهو متحور فرعي من اوميكرون زي وزي احنا الموجة اللي فاتت كنا نتكلم على اكس بي بي برضو متحور فرعي من اوميكرون وكل المتحورات اللي قبليه من ساعة اوميكرون ما زخر طب اكس بي بي او واي جي مختلفين في ايه هم قريبين من بعض فيه اختلاف فقط في شكل المتحور الفرع الجديد على شكل السطح طب ده هيفرق في ايه بيفرق في ده خلاب معلمي قوي خلينا نتكلم في حاجة عقصة هيفرق في ايه في الاعراض مثلا هيفرق في ايه في الانتشار فالأعراض مش هيفرق اي حاجة عن اكس بي بي احنا لسه نفس الاعراض اللي موجودة في اوميكرون هيا هيا اللي هي لسه اتفاع درجة الحرارة لسه في الوهن وتكسير العظم لسه في الوجع اللي في البطن اوقات بيبقى مصاحب له اسهال اضطرابات في الجهاز الهضمي اوقات صداع اوقات فقدان اللي حاسة تشم وتزوج بس انبقت نسبتها اقل شوية حاليا من المتحورات اللي قبل كده اوقات بتيجي بنسيان حد حاسس انه عنده برين فوج زي ما بنقول كده وبتقعد تقريبا من اسبوع لعشر تيام بعد كده بتخاف الفئات اللي احنا بنخاف عليها شوية ان الحالة ممكن تتضهور هي الناس اللي عندها امراض مزمنة غير مسيطرة عليها يعني ضغط سكر سمنة وما هياش ما هواش مثلا ضغطه متزبط ضغطه بيعله ويقل نفس الكلام في السكر او كبار السن اللي فوق 65 سنة بالزال احنا طبعا الاعداد ابتدت تزيد احنا بنتكلم في اخر شهر لغاية النهاردة في مليون حالة جديدة على مسؤول العالم طبعا عند ده الحالات اللي اتبعتت لمنظمة الصحة منظمة الصحة كانت لسه من يومين بتقول انا دلوقتي ما بقاش عندي غير تقريبا يعني عشرين في المام الدول بتبعتلي التقارير وتقريبا التقارير بيبقى عشره بس اللي متسجل احنا ممكن الرقم ده نضربه في عشر نضربه في عشر عشان نعرف الحجم الحقيقي وثلاث تلاف وفاة في اخر شهر طيب الحالات دي ظهرت لي في تفسيرها مش عشان المتحور الجديد قوي زيادة عن اللزوم ولكن احنا بان اكتر من سنة معظم الناس ماخدتش البوستر دوز او الجرعات المشيطة من اللقاح اللقاحات اللي موجودة حاليا ما هياش لقاحات مخصصة لأوميكرون لسه منظمة الدواء والغذاء الـ FDA هتوافق على اللقاحات اللي هي مخصصة لي تقريبا في اكتوبر احنا لسه عنها جاءت اكتوبر جاءت مبا في القاح مخصص لأوميكرون